موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد كانت للسيدة نفيسة رضي الله عنها مكانة في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة وكان أهل مصر يلتقونها في موسم الحج ويسألونها زيارتهم في بلدهم لكثرة ما سمعوا عن فضلها وعينها فكانت ترحب بدعوتهم وتقول لهم سأزور بلادكم إن شاء الله تعالى فإن الله قد أثنى على مصر وذكرها في كتابه الكريم وعلى الرغم من أن السيدة نفيسة رضي الله عنها نشأت في بيت أبيها تحيط بها مظاهر الترف إلا أنها آثرت الزهد والتقشف فكانت قليلة الأكل قالت زينب بنت أخيها خدمت عمتي السيدة نفيسة رضي الله عنها أربعين عاما فما رأيتها نامت بليل ولا أفترت إلا العيدين وأيام التشريق فقلت لها أما ترفقين بنفسك فقالت كيف أرفق بنفسي وأمام عقبات لا يقطعهن إلا الفائزون وكانت تقول كانت عمتي رضي الله عنها تحفظ القرآن وتفسيره وكانت تقرأ القرآن وتبكي ولما استقامت السيدة نفيسة رضي الله عنها بطاعة الله أكرمها الله بكرامات كثيرة أصاب السيدة نفيسة المرض في شهر رجب سنة مائتين وثمان للهجرة وظل المرض يشتد ويقوى حتى رمضان فبلغ المرض أقصاه وأقعدها عن الحركة فأحضر لها الطبيب فأمرها بالفطر فقالت وعجبا إن لي ثلاثين سنة وأنا أسأل الله أن يتوفاني وأنا صائمة أفأفطر وكان وراء ستار لها قبر محفور فأشارت إليه وقالت هذا قبري وها هنا أدفن إن شاء الله فإذا ميت فأدخلوني فيه فلما فاضت روحها الطاهرة الشريفة دفنت في قبرها الذي حفرته بيدها وذلك بعد موت الشافعي رضي الله عنه محمد بن إدريس بأربع سنين وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا مرض يرسل لها رسولا من عنده فيقرئها سلامة ويقول لها إن ابن عمك الشافعية مريض ويسألك الدعاء فتدعو له رضي الله عن السيدة نفيسة الطاهرة الشريفة نفيسة العلم وكريمة الدارين اللهم أمدنا بأمدادها واجمعنا بها في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين